النهاردة بنتكلم عن حصاد انجازات الدولة المصرية انجازاتكم انتم يا مصريين احنا مصر احنا اللي بنبني ونعمر ونشق الجبال ونخدر السحرة احنا اللي بنعمل مشروعات مختلفة احنا اللي بيوتنا مفتوحة وعمرانة بناتج المشروعات دي احنا اللي لقمة عشنا عفية بنت حلال جاية من تعبنا النهاردة احنا حاولنا حاولنا نلم مشروعات سنة عشرين اتنين وعشرين بمنطق بسيط قالوا اهلنا زمان اهلنا زمان قالوا كنا فين وبقينا فين مهمة قوي نجيب الشريط من بدري نجيبه من اوله نقول احنا كان وضعنا كذا واشتغلنا وتعبنا وبازلنا مجهود ووصلنا للنتيجة دي نفرح باللي عملناه نتفائل بمجهودنا نستبشر خير باللي جاي النهاردة حلقة بتتكلم عن انجازات مصر والمصريين في عشرين اتنين وعشرين على فكرة كلام كتير جدا 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 حاولنا حاولنا كل فريق الاعداد حاول يلم عنوين لانه انتو لو عايزيننا نتكلم بجد عن مشروع مشروع وقطاع قطاع ونحكي ونفسر احنا عايزين غالبا سابعة وعشرين حلقة طب نبتدي هقول عنوين وحتلاقوا قصادكو على الشاشة صور بتجري للعنوين دي لانه مش لاحقين ندي حجم الانجاز ده الوقت اللي نفسص فيه ونتكلم انما اتفرجوا علينا وارجعوا دوروا بقى وافتحوا المشاريع دي وذكروها وشوفوا كنا فين وبقينا فين المشروعات القومية المشروعات القومية حجم الاستثمارات للتنفيذ خمسة وعشرين مشروع قومي مية أربعة وستين مليار جنيه عملنا ايه عملنا المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات واحد وعشرين مليار جنيه بعدد وحدات متين وعشرين ألف وحدة اسمعوني كويس وركزوا مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات 19.9 مليار جنيه مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وحتوصل أطوال الطرق المستهدف رصفها فوق 14 ألف كيلو لاستفادة 25 محافظة من المشروع مشروع التأمين الصحي الشامل باستثمارات 4 مليار جنيه عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها 65 منشآة مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ 13.9 مليار جنيه تطوير وتوسيع شبكة مترو الأنفع بـ 12.3 مليار جنيه التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه حد ماسك كالكوليتر وبيحسب المليارات كم مليار فوق كم مليار فوق كم مليار ده شغلوكو يا مصريين ده تعبكو ده مجهودكو ده عيالكو اللي بتنزل من الفجر بتروح في وسط الصحرة وبعد شهرين تلاتة يقولونا بنفتتح مشروع نلاقي الدنيا خضرة ونلاقي الزرع طالع ونلاقي الجبلة شاء ونلاقي المستشفيات بتادي التعالج الناس ده شغلوكو انتو إنجازات الدولة المصرية إنجازات المصريين مشروع الدلتة الجديدة إجمالي المساحة المنزلعة 669 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان حيوفر 5 مليون فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة على ما نوصل 20-25 مشروع تشكة أهو الله ما صلي عن نبي الدنيا أهو الزرع طالع وصدنا في الشاشة والنهار ده الخميس يا مصر مشروع تشكة 101 مليون فدان بإجمالي المساحة المنزلعة مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء مشروعات الاستزراع السمكي أهو الأكل بقى دخلنا في الأكل الاستزراع السمكي مشروع القومي للبتلو مشروع تطوير السروة الداجنة وبعدين هنقلب على الإسكان مليون وحدة سكنية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز استثمارات مشروع مدينة الجلود بالروبيكي 7.2 مليار جنيه بيوفر 35 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة يعني ابن حضرتك اللي بيدور على وظيفة لما يلاقي وظيفة فيه مشروع الروبيكي يعرف انه بيشتغل فيه المشروعات القومية للدولة المصرية طيب مشروعات الحماية الاجتماعية 41 مليار و 9 من 10 جنيه قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مش لحقة بجري أنا بجري علشان عايزة اقول كل حاجة بوفروا قد ايه 2.7 مليون فرصة عمل من امتى من 2014 لاغسطس 22 مشروعات قومية كبيرة ارجع هقول بس رقم قبل ما فيه رقم عايزة اقوله تاني وافكركم بيه استثمارات لتنفيذ 25 مشروع قومي بقيمة 164 مليار جنيه انتو عملتو الكلام دا مصريين والدولة المصرية عملت الكلام دا على فكرة انا بتكلمشي على انجازات 3-4-5 سنين فاتوا دا احنا بنتكلم عن 20-22 لسه فقراتنا الجاية حنفصص الكلام دا على قد ما نقدر احنا دلوقتي حنتلع فاصل مشوف فيه تقرير لطيف جدا حنسمع صوتكم صوت المصريين وهم بيقيموا 20-22 وبنشوف امنياتهم ايه للسنة الجديدة لنفسهم والمصر نشوف التقرير ونرجع نكمل حصدنا وانجازاتنا بعد الفاصل